أهلا بحضراتكم من جديد وعفاقر الترند الترند طيب الكل كان بيتابع على مدار أسبوع من أول إحنا يا مطلعنا يوم الثلاث الماضي وقلنا أن هناك اتجاه كبير جدا لحضور الجمهور في مباراة الترجي والأهلي يوم السبت 19 يونيو على مال عبر ردس وقتها طلعت في نفس التوقيت زي النهاردة من أسبوع قلت الكلام ده جماعة عبارة عن معلومات مش توقعات لأن الكل كان متوقع أن المباراة بدون جمهور لأنه كان فيه تحذير من لجنة الانضباط لأنه ما فيش جمهور يدخل فيه مباراة الترجي القادم وشرحت وقتها وفي اليوم التالي الإجراء اللي ممكن يتخذ عشان الجمهور يحضر تجنبا للتحذير اللي اتبعت من لجنة الانضباط وكان الترجي مصر وبيحاول قدر إمكان يحضر جمهور في المطش اللي جاي لأنه فيه تحذير قوي لو دخلت أي أعداد دون موافقة السلطات الصحية في تونس ودون موافقة الكاف هتكون فيه مشكلة كبيرة عشان كده الترجي تحرك عشان يكون فيه جمهور فيه مباراة يوم السبت القادم وبالفعل الوقت اللي أنا اتكلمت فيه من الثلاث اللي فات قلت قبل أسبوع بالضبط هيطلع القرار الرسمي وبالفعل النهاردة الثلاث خرج القرار الرسمي ايه القرار الرسمي اللي صدر عشان الناس برضو تبقى فاهمة ايه التفاصيل اللي هتحصل في مسألة حضور الجمهور في مباراة الترجي والأهل الكلام الرسمي اللي خرج من تونس حتى هذه اللحظة خمسة آلاف مشجع فقط في ملعب رادس لكن ايه هي الشروط ايه هي الإجراءات أنا بكلنكم بشكل رسم ايه هي الإجراءات وايه هي الشروط حتى هذه اللحظة لم ينتهي الاجتماع لبعض الأطراف المتدخلة هناك في تونس سواء من وزارة الداخلية او وزارة الصحة او وزارة الشباب والرياضة الاجتماع بدأ منذ حوالي الساعة 12 الدهر صباح اليوم لكن حتى هذه اللحظة وقبل ما ابدأ الحلقة بلحظات قليلة وانا متابع مع المسؤولين في تونس مفيش اي قرار رسمي او شروط رسمية او اجراءات رسمية بخصوص دخول الجمهور المعلن فقط خمسة آلاف متفرق لكن اجراءاتهم دخولهم ازاي هيحضروا فين الشروط الواجب توفورها كاجراءات احترازية لدخول الخمسة آلاف حتى هذه اللحظة لم تعلن بشكل رسمي ليه بقول كده؟ لان بعد ما يعلن هذا الامر بشكل رسمي هيتم توجيه خطاب الى الاتحاد الافريقي لقرة القدم بيتم شرح فيه كل الامور المتعلقة بدخول الجمهور خمسة آلاف متفرج وهي النسبة المقررة اللي بيوافع عليها الكاف بالمناسبة لان التراجي كان طلب 12500 الكاف ما بيوافعش الا على 10% او فيما اقل فبالتالي هيتم ارسال خطاب رسمي بخمسة آلاف مشجع وهيتم ارسال الشروط والاجراءات الاحترازية اللي هيتم اتخاذها من المسؤولين في نادي التراجي مع المسؤولين في الاتحاد التنسي لكي يحضر هذا العدد في ملعب برابس طب هل هذا الكلام هيكون كلام نهائي؟ لا الاتحاد الافريقي له في النهاية سلطة اتخاذ القرار اما بالموافق على هذه الاجراءات وهذه الشروط وهذا العدد او تخفيد هذا العدد او رفض هذا الطلب هي في النهاية سلطة مطلقة للاتحاد الافريقي بيشترط منك في البداية انك تجيب له موافقة السلطات الصحية والموافقة الرسمية من الدولة ثم بعد ذلك الاتحاد الافريقي بيتابع وبيشوف الاجراءات والشروط المرسلة له من الجهات المعنية والجهات الرسمية لكي يتخذ قراره النهائي اذا تراء له ان الاجراءات والشروط ليست مناسبة تبقى للبروتوكول بيتم رفض الطلب اذا لا تراء له ان الشروط والاجراءات خمسة الاف قد يكون العدد زيادة فبيتم تخفيض العدد حدث ده وحصل ده في مباراة سابقة حصل ده مع المريخ السوداني لما كان بيواجه الاهلي كان طالب حوالي عشرة في المية من ساعة ملعب الهلال في ام دورمان لكن الاتحاد الافريقي وافق فقط على الف مشجع ففي النهاية عشان الجمهور يبقى عارف اللي حصل النهاردة الطلب خمس تلاف وتوافق على الطلب الخمس تلاف والاجراءات والشروط لسه نعرفة خلال الساعات اللي جاي في النهاية القرار للاتحاد الافريقي إما بالموافقة على خمس تلاف لاني يخدوا بالكم من نقطة مهمة كمان لو كانت توافق على عدد اكبر من كده ما كانش يبقى متوفق مع بروتوكول الكورونا اللي بيوافق عليه الاتحاد الافريقي لان الاتحاد الافريقي بيشترط على الاقل النسبة اللي بتخش لا تتعدى نسبة العشرة في المية من ساعة الملعب تبقى الشروط والإجراءات يبقى يوافق عليها ياما بيقلل العدد عن كده وده اللي هيتم خلال الساعات اللي جاي